في عالم من الصور حكاية فيها عبر تغوص في بحر الخيال وتلتقي منه الدرل في الشرق حيناً والجنوب في الغرب أو نحو الشمال نعيش في كل الشعوب نشوب آفاق الجبال فلنست يا أصدقاء لحكمة فيها الزواق الخير في الأرض سيبقى محفوظاً للأوفياء أعزاء التلاميذ حكايتنا لهذا اليوم بعنوان أحمد والبطة كان يا مكان كان طفل اسمه أحمد يعيش في عرية مبنية من طين تحيطها أشجار الزيتون والتين بيوتها قد صفت بازدحام كانت حرية بسيطة يا سلام لكن الحب مزروع فيها والخير يعم أهاليها وأحمد له من العمر أربعة ومن الإخوة والأخوات سبعة قد عاشوا في بيت دافئ صغير وناموا على فراش من الحصير ونامت مع أحمد بطة صغيرة كان يحبها من كل قلبه يلعب معها ساعات طوالاً وقفت الأم محتارة من أمرها نظرت إلى صغيرها يا أحمد إلعب مع بطتك خارج البيت إن بيتنا صغير لا يكفي لخزانة وسرير حمل أحمد بطته الصغيرة حاصداً ساحة القرية ولعب هناك لحظات مع البطة ألعاباً جميلة لكنها كانت لحظات قليلة فقد أزعجته العربات والسيارات والجرارات والجرافات فكادت تدوسه مع صديعته فتقضي عليه وعلى رفيعته عاد أحمد إلى البيت غاضباً وجهه من الخوف يبدو شاحباً حص على أمه عصته وعاد يلعب ثانية مع بطته لكن والدة أحمد غضبت ومن اللعب انزعجت وطلبت ثانية من أحمد اللعب خارج البيت احتار أحمد ماذا يصنع وخضرت على باله فكرة أحضر ورعة بيضاء ومواد تلوين صفراء وزرحاء وخضراء ورسم عليها بركة مملوئة ماء وأشجار باسعة في الفضاء ورسم الشمس الصفراء في السماء وحال للبطة تعالي نسبح معاً في بركتي فهي على الأرض جنتي أعزاء التلاميذ حكايتنا لهذا اليوم بعنوان أحمد والبطة كان يا مكان كان طفل اسمه أحمد يعيش في عرية مبنية من طين تحيطها أشجار الزيتون والتين بيوتها قد صفت بازدحام كانت حرية بسيطة يا سلام لكن الحب مزروع فيها والخير يعم أهاليها وأحمد له من العمر أربعة ومن الإخوة والأخوات سبعة قد عاشوا في بيت دافئ صغير وناموا على فراش من الحصير ونامت مع أحمد بطة صغيرة كان يحبها من كل قلبه يلعب معها ساعات طوالاً وقفت الأم محتارة من أمرها نظرت إلى صغيرها يا أحمد والعربات والسيارات والجرارات والجرافات فكادت تدوسه مع صديقته فتقضي عليه وعلى رفيعته عاد أحمد إلى البيت غاضباً وجهه من الخوف يبدو شاحباً حص على أمه قصته وعاد يلعب ثانية مع بطته لكن والدة أحمد غضبت ومن اللعب انزعجت وطلبت ثانية من أحمد اللعب خارج البيت احتار أحمد ماذا يصنع وخضرت على باله فكرة أحضر ورحة بيضاء ومواد تلوين صفراء وزرحاء وخضراء ورسم عليها بركة مملوئة ماء وأشجار باسعة في الفضاء ورسم الشمس الصفراء في السماء وحال للبطة تعالي نسبح معاً في بركتي فهي على الأرض جنتي أعزائي التلاميذ حكايتنا لهذا اليوم بعنوان أحمد والبطة كان يا مكان كان طفل اسمه أحمد يعيش في عرية مبنية من طين تحيطها أشجار الزيتون والتين بيوتها قد صفت بازدحام كانت عرية بسيطة يا سلام لكن الحب مزروع فيها والخير يعم أهاليها وأحمد له من العمر أربعة ومن الإخوة والأخوات سبعة قد عاشوا في بيت دافئ صغير وناموا على فراش من الحصير ونامت مع أحمد بطة صغيرة كان يحبها من كل قلبه يلعب معها ساعات طوالاً وقفت الأم محتارة من أمرها نظرت إلى صغيرها يا أحمد إلعب مع بطتك خارج البيت إن بيتنا صغير لا يكفي لخزانة وسرير حمل أحمد بطته الصغيرة حاصداً ساحة القرية ولعب هناك لحظات مع البطة ألعاباً جميلة لكنها كانت لحظات قليلة فقد أزعجته العربات والسيارات والجرارات والجرافات فكادت تدوسه مع صديعته فتقضي عليه وعلى رفيعته عاد أحمد إلى البيت غاضماً وجهه من الخوف يبدو شاحباً حص على أمه قصته وعاد يلعب ثانية مع بطته لكن والدة أحمد غضبت ومن اللعب انزعجت وطلبت ثانية من أحمد اللعب خارج البيت احتار أحمد ماذا يصنع وخطرت على باله فكرة أحضر ورحة بيضاء ومواد تلوين صفراء وزرحاء وخضراء ورسم عليها بركة مملوئة ماء وأشجاراً باسعة في الفضاء ورسم الشمس الصفراء في السماء وحال للبطة تعالي نسبح معاً في بركتي فهي على الأرض جنتي في عالم من الصور حكاية فيها عبر تغوص في بحر الخيال وتنتقي منه الضرر في الشرق حيلاً والجنود في الغرب أو نحو الشمال نعيش في كل الشعوب نشوب آفاق الجبال فلنزت يا أصدقاء لحكمة فيها الزواء الخير في الأرض سيبقى محفوظاً للأوفياء سيبقى محفوظاً للأوفياء